ارجع بس من فضلكم بصوا كويس قوي على المشروعات القومية للدكتور شاكر بيقول بيتكلم على كل المشروعات اللي قدامكم دي هي مشروعات انتاج زراعي انتاج يا فن زراعي شوفوا عايزة كام كهرباء عايزة قدي الكهرباء مش انتاج بقى دلوقتي لان عشان اوصل الكهرباء لهم مش كده دكتور شاكر انت بتكلم في توشكا عايزة عشرة مليار ده ايه من غير يعني من غير مشروعات اخرى محتملة وانا مش عايزة يعني خلي الدكتور شاكر يقلق يعني انا ما تكلم صحيح في مشروعات اخرى محتملة لمليون فدان اخرين احنا بندريسهم دلوقتي دكتور شاكر انت عارف دكتور مصطفى انت عارف وما احنا محتاجين اننا وصل لهم بس انا عايزة اوصلوا هنا حاجة عشان كده قلت تستنوا وشوفوا دي انت بتتكلم في خمس وستين مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء للاربعة مشاريع دول كلهم مشاريع ايه استصلاح الزراعي استصلاح الزراعي بنتكلم في ثلاثة ونص اربعة مليون فدان عشان تخليهم ينتجوا انتاج ويخش في الاقتصاد المصري ويخش في الطلب يقل الحجم يعني الاستراد من المنتجات الزراعية انت بتتكلم في كهربتهم بس بتتكلم في كهربتهم بس تقريبا ستين مليار جنيه عشان توصل لهم كهرباء انا عارف ان وزير الزراع عليه عرض واحيتكلم في الموضوع دوات ايضا وبقول ان ده فقط للكهرباء لكن عشان اللي قاله الدكتور مصره هاتنهاردة الصبح قال المية بنحركها ضد الجاذبية وضد الانحضاري الطبيعي وطبعا ما كانش فيه فرصة ان احنا نتكلم فيها لكن انا نتكلم فيها اكتر اسماء العرض بتاع وزارة الزراع يعني بتتعمل محطات رفع ثلاثين محطة رفع سواء اللي توشكى او اللي شرع المعينات لا للدلتة الجديدة الوحدة للدلتة الجديدة الوحدة الدكتور شاكر عشان يوصل للمحطات دي الكهرباء محتاج للمحطات الرفع دي وللمشاريع الزراعة دي محتاج الارقام دي تكون موجودة امتى في خطة خمس سنين لا سنتين مش كده مزبوط وفيه بقى فيه دايما النقاش معلش ان اقطعتك بس كان مهم اوي الناس واحنا بنتكلم في الموضوع دوت تعرف ان مطلوب فقط عشان تشوفوا الارض دي بتزرع وعشان تعرفوا ان ليه الدول اللي عندها ميت مليون فدان قبلين نزرع ما بتزرعش لانها محتاجة بنية اساسية مش بمليارات الجناهات بمليارات الدولارات عشان نقدر يزرع مليون فدان لكن احنا وحنا بنعمل ده كان لدينا القدرة اه حتى حتى معه يعني ده فقط للنقل مش كده دوس مزبوط يا فانده لسه التوزيع كمان غير بينا دخلش يعني ده فقط عشان تنقل الكهرباء اللي انت جبتها مزبوط اخرى داخلية عشان توصل للبيفوت اللي موجود في المليون فدان اوصل له كهرباء لكل جهاز لوحده عشان نبقى ده انتاج زراعي حديث من نوفر فيه المية ما امكن وبنعمل نزم زراعة حديثة كم ستين مليار جنيه فضل افادة شكرا افادة